السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا رح نشوف أهم الأخبار من ألمانيا وأهم حدث شاغل الآن لإعلام الألماني والسياسيين بما فيهم المستشارة الألمانية أنجيلا ماكل ومختلف الوزارات الآن بسبب الأحداث في أفغانستان الآن نحن نشوف الأحداث بالترتيب البارحة شفنا صور كيف بعض الناس بعض الفيديوهات ما إذا شفتوا الناس دخلت على المطار يعني مطار كابول وعبحاولوا يتعلقوا بالطائرات يعني وأقلعت طائرة أمريكية غير مخصصة لنقل عدد كبير من الناس علامتنا 640 مواطن أفغاني على ما يبدو والناس كانوا متعلقين بالدوليب وبالأجنحة الطائرة ولما صارت في الجو كمان شفنا سقوط بعض الأشياء يعني غير مؤكد إذا كانوا اللي سقطوا مننا بشر عبحاولوا يتعلقوا بالطائرة فالمطار يعني لا يعمل بشكل جيد كان البارحة لأن العديد من المدنيين موجودين على المدرج المطار البارحة انطلقت من ألمانيا طائرة عسكرية مباشرة من قاعدة جوية من فونستوف باتجاه أفغانستان وكابول لإنقاذ المواطنين والرعاية منعرف الألمان بشكل خاص وأيضا الأجانب يعني الأفغان اللي رح يتم أيضا إخراجهم من أفغانستان لما وصلت الطائرة إلى مطار كابول لم تستطع الهبوط بسبب أيضا الفوضى يعني في المطار خاصة في القسم العسكري ووجود العديد من الناس لنا على مدرج الطائرة داخل فوق المطار فما حسنة الطائرة الألمانية طهبط واضطرت الطائرة العسكرية الألمانية للدوران فوق المطار لمدة يعني ساعات أربع ساعات أو خمس ساعات يعني لمدة طويلة جدا حتى آخر قطرة يعني من الوقود ووزيرة الدفاع الألمانية أنيغيت كابكارنبا وأكدت أن الطائرة استطاعت في آخر لحظة الهبوط اضطراريا على بجر المطار أو مدرج المطار على ما يبدو أن القوات الأمريكية هي التي تنسق هناك يعني هبوط الطائرات وإقلاعها ففي آخر لحظة كان معا بيعطوا يمكن إذن بالهبوط في آخر لحظة يعني الطيار الألماني أجبر للجميع يعني واضطر يهبط لأنه ما عد عنده ولا نقطة وقود فاضطر يهبط في مطار كابول اضطراريا الخطة الألمانية هي على الشكل التالي أن تقوم الطائرات العسكرية الألمانية الآن بإخراج الناس من كابول وإيصالهم إلى أقرب نقطة ممكنة إلى أوزبكستان إلى تاشقند هناك يعني من المطار المدني بعدها يمكن للناس متابعة رحلتهم الجوية باتجاه ألمانيا إذن الطائرات العسكرية ما رح تروح وتجي كل يوم من أفغانستان إلى ألمانيا مسافة طويلة جدا رح توصل لبر الأمان إلى دولة مجاورة أوزبكستان ومن هناك ستؤمن الحكومة الألمانية طائرات مدنية لإعادة الناس إلى ألمانيا لكن المفاجأة هي أنه بعدما وصلت الطائرة الألمانية هناك بعد عناء طويل لم يكن سوى سبع أشخاص من الذين يعني يمكن أن يتم نقلهم موجودين بسبب وجود أيضا فرض حظر تجول ليلي في العاصمة أيضا كابول على ما يبدو الناس غمعة بتقدر التخرج أو ما وصلت للمطار وبالتالي اضطروا فقط لنقل سبعة أشخاص خمس مواطنين ألماني يحملون الجنسية الألمانية ومواطن هولندي ومواطن أفغاني فقط يلي تم يعني عادة الطائرة الإقلاء وذهبت إلى تاشقند وستعود طبعا وطائرات العسكرية الأخرى ستشارك حسب ما يفهم الأعلام الألماني على ما يبدو أنه مع هذه الرحلة الجوية لهذه الطائرة العسكرية تم إرسال أيضا أن فرقة من المظليين الألمان الآن وصلوا إلى المطار لمساندة القوات الأمريكية والقوات الأخرى الموجودة هناك في تأمين المطار ومحيط المطار وأيضا لتأمين حركة نقل الطائرة شفنا الناس موجودين على المدرج ما بيقدروا الطائرات يأقلعوا أو حتى يهبطوا فالقوات الألمانية الآن على ما يبدو تشارك في تأمين المطار ربما يتسم إرسال أيضا قوات إضافية أيضا الولايات المتحدة أعلنت الآن عن ذلك فعلى ما يبدو فيه تعاون الآن لتأمين المطار ومحيط المطار على الأقل لإبقاء حركة الملاحة الجوية باتجاه مطار كابول ممكنة لإخراج الناس من هناك بالطائرات طبعا نحن الآن عم نشوف تسلسل الأحداث كيف صارت الآن في أفغانستان والآن تحسنت الأوضاع وتم الإعلان عن ذلك وعلى ما يبدو أنه سيكون في الوقت القادم الأمر أسهل بعد قيام القوات العسكرية على الأرض على ما يبدو بشكل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ربما تركيا بريطانيا إلى 600 جندي وأيضا الآن ألمانيا سيقومون بتنسيق الموضوع وإبقاء حركة الملاحة ممكنة الآن هذا على الصعيد العسكري في المطار في كابول على الصعيد السياسي الآن في ألمانيا شفنا المستشارة الألمانية ظهرت البارحة أيضا في مقابلة مصورة وتحدثت عن هذه الأوضاع وتحدثت عن أن الأمور لم تأتي كما كان يجب وأن تطور الأحداث كان سريع جدا ومفاجئ وعترفت أيضا بنبرة اعتراف بأن هناك أخطاء أو بأن الأمور لم تأتي كما يجب ولكنها ركزت أيضا على مواضيع عديدة منها أنه أعلنت وأكدت أنه سيتم إخراج الناس من هناك الآن في أسرع وقت ممكن وأنه من أصل 2500 شخص تم إخراج 1900 وصلوا إلى ألمانيا في الأيام الماضية ربما قبل هذه الأحداث وباقي 900 شخص أو 600 شخص وأيضا من الناس أو المواطنين الأفغان اللي كانوا متعاونين مع المنظمات الدولية الألمانية المنظمات الغير الحكومية وحتى الحكومية اللي رسع رح يتم إخراجهم الأعلام الألمانية بتحدث عن حوالي 10 ألاف شخص ربما ستقوم بالمجمل يعني ألمانيا بنقلهم وإخراجهم من أفغانستان يعني بما فيهم يعني المواطنين الألمان وأيضا المواطنين الأفغان على ما يبدو طبعا ألمانيا في أميركل أكدت أيضا أنها يعني بحاجة مساعدة الشركاء الأوروبيين وفي حلف الناتو وهي بالعكس يعني ستقدم مساعدة لهم شفنا على متن الطائرة وطلع أيضا مواطن هولندي الآن ننتقل إلى الشق الآخر أو الجانب الآخر من هذا الموضوع وهو التخوف طبعا من موجة اللجوء والهجرة خارج أفغانستان والعديد من الناس طبعا بسبب هذه الأحداث أيضا بتغادر أفغانستان ربما بكل الاتجاهات فالمستشارة الألمانية أكدت أيضا على موضوع مساعدة الدول المجاورة لأفغانستان بشكل أكبر وبشكل خاص حددت باكستان على ما يبدو أن عديدنا الناس يعني بيهربوا باتجاه باكستان وبالتالي ركزت على هذا الموضوع ومساعدة هذه الدولة تحديدا ربما يعني الصمود ومساعدة اللاجئين الأفغان الآن اللي عبي يصلوا إليهم التخوف الأكبر يعني كمان هو الموضوع اللي عبي يحاول كل يتجنب المواجهة المباشرة معه ربما هو وصولهم إلى أوروبا وألمانيا ننتقل الآن إلى موقف أمين لاشت رئيس وزراء مقاطعة نودغاين بسفال الممرشح القادم ليصبح خلفاً للمستشارة الألمانية أنجيلا ماكل موقفه الآن واضح من هذا الموضوع وطبعاً أكد يعني شنشوف حرفياً كمان إشاءال فيما يتعلق بموضوع موجة اللجوء أربما إلى أوروبا وألمانيا أعتقد أننا الآن لا يجب أن نرسل إشارة أن ألمانيا تستطيع الآن أن كل من في خطر أو في حالة وضع صعب كوازي أوفني من كان أنها تستطيع استقبالهم إذن هو يعني يؤكد أن ألمانيا لن تعطي موافقة باستقبال الناس الآن من أفغانستان هذه ستكون إشارة خاطئة وتابع واستأنف وقال التركيز يجب أن يكون على فوقات يعني في المكان الآن وفي الوقت المناسب وعلى بشكل مغير لعام 2015 تقديم مساعدات إنسانية ألمان أن ألمانيا اليوم أعلنت أيضاً عن وقف المساعدات الألمانية لأفغانستان التي كانت تقديمة للحكومة الأفغانية السابقة لأن الرئيس الأفغاني هرب خارج أفغانستان فهذه المساعدات تم إيقافها مبدئياً إذن الواضح أنه أمين لاشيت وأيضاً الآن السكرتير العام لحزب السيدئو هنن ضد يعطاء أي إشارة بأن ألمانيا أو أوروبا على استعداد لاستقبال اللاجئين وطبعاً العديد من الدول بدأت تخشى وتخلق اليونان أيضاً الآن على الوزير فيها أن اليونان ستشكل حدود الخارجي للاتحاد الأوروبي وأنها لن تكون قادرة أو لن ستدافع عن حدودها العديد من الدول الأخرى بنعرف إيطاليا، مالطا، سبانيا كل الدول الآن متخوفين من موجة لجوء جديد من المواطنين الأفغان هيك من نكون أخذنا نظرة شاملة وعامة عن الأحداث على الأرض وأيضاً الحركة العسكرية للقوات الألمانية وأيضاً الجانب السياسي لهذا الموضوع ألم أن الحكومة الألمانية طبعاً اليوم الحكومة المركزية ستقوم بإصدار قرار وتكليف للجيش الألماني بذلك وستم أيضاً عرضه على البرلمان للموافقة عليه لإعطاء تغطية سياسية الآن لحركة الجيش الألماني الآن باتجاه أفغانستان نعرف ألمانيا كتير حزيرة لما بتحرك قواتها خارج ألمانيا البارحة ليلاً عاصفة شديدة جداً ومفاجئة حدثت في أوريشتكايس أوريشت تحديداً في جروسهايد في أستفغيزلن مقاطعة نيدرزاكسن كانت هناك عاصفة شديدة أدت إلى اقتلاع حتى الأسقف المباني حوالي خمسين بيت يعني في هذه المنطقة خمسة بيوت غير صالحة للسكن الآن وتم إجلاء سكانها عاصفة على ما يبدو أنها وصلت إلى مرحلة الإعصار طبعاً أبي تمنقاش أنه إذا كان فعلاً إعصار لأنه اقتلعت بشكل مفاجئ أسقف البيوت هناك وأيضاً حطمت العديد من السيارات بعض أيضاً خطوط الكهرباء والماء والغاز وكذلك وقوة العديد من الأشجار وإغلاق الطرقات فكانت هناك يعني وبشكل مفاجئ عاصفة شديدة جداً في هذه المنطقة ليلة البارحة فرق الأطفائية والإسعاف اضطرت للتدخل وكان يعني أيضاً حوالي مائة عامل من قوات الأطفائية بيعملوا أيضاً على فتح الطرقات وإنقاذ الناس من هناك وفي الموضوع الأخير شفتوا في اليومين الماضيين الآن تحدثنا عن غرق طفل عمره 12 سنة في بحيرة لانكوفا في شفاغين لحد الآن عبيتم البحث عنه من قبل فرق الإنقاذ ولم يتم إيجاده والآن البحث مكسف أكتر عبيتم البحث عنه عن طريق الهليكوبتر الدرونات أيضاً فرق الأطفائية فوق الماء الغواصين أيضاً كاميرات متخصصة ولحد الآن لم يستطيعوا إيجاده في البحيرة رغم يعني هذا اليوم الثالث على التواري اللي عبيتم البحث عنه يعني في حادثة غريبة عادة يعني بشكل سريع بيتم إيجاد الأشخاص الغاريقين يعني في البحيرات الآن حتى فرق الغواصين سيتم تركيز عليهم بشكل أكبر للبحث عنه داخل البحيرة لليوم الثالث على التواري طبعاً وأيضاً عبيتم يعني ضواحي أيضاً البحيرة عبيتم البحث فيها المعلومات بتقول أنه هو غرق داخل ماء يعني غطس ولم يخرج ومع ذلك عبيتم البحث عنه يعني حتى خارج البحيرة يعني في المنطقة المحيطة هناك لغز يعني على ما يبدو حول هذا الموضوع فعلاً يعني عادةً جأساً بيتم إيجادهم ولكن البحث مستمر وبشكل مكسف حتى يتم إيجاد الطفل يعني على الأغلب الغارق مع الأسف هيك بيكون عملنا جولة سريعة على أهم الأنباء من ألمانيا تحياتي لكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة